حين استبقوا نحوك باسم بلادك ناديت عندما وصل الخبر للسلطان تاجدين السلطان تاجدين أمر بدرب النحاس سلطان تاجدين عندما يذهب إلى الحرب كان يؤدي ركعتين ثم يكبر ويدخل الحرب يا فارس سرج جوادك ليس يلامس ظهر الأرض المات في دروتي حي سيدي محمد حي بندقية كرنب الحي أبطيرة معمر حي السلطان تاجدين استطاع أنه يوقف مستعمر ليس مستعمرا عسكريا وسياسيا فحص بل مستعمر ثقافي أنا تاجدين سيفي طرين حساني بدين بجاهد المشركين لمن المهديبين يا فارس سرج جوادك ليس يلامس ظهر الأرض وحسامك مثل البيرق يخترق الظلمات يا فارس مثل الصقر إذا من قض بيتك عالي الشرفات نارك لا تخبو لا تسود وجارك موفور العرض يا فارس حتى ما يتجدد فينا نداءك الأزلي يا سيد الأحلام والآمال والأشياء وتنداح دوائر انتماءاتنا للصباحات الدفيئة واللحظات الماجدة وأنت تكتب بشفرة سيفك تواريخ البدايات والنهايات المساليات عبارة عن قبيلة إثنية لها عدة أسماء مساليات مصالات مصرات ويختلف المؤرخون من عون الشريف إلى نختيقال إلى عدد من المؤرخين عن أصلهم وتاريخهم ولكن كلهم اتفقوا أنهم شعب تواجدوا في هذه المنطقة وأسسوا مملكتهم وحدوا كانت قبائل عدة واحد من هؤلاء الصلاطين هجام حسب الله وحد المساليات وبدأ بعد سقوط مملكة الفور في العام 874 استقلت المساليات كمملكة وكيان قائم بذاته بين الوداي وبين الألفور عندما نقول دار مساليات لا نعني به داء المساليات فقط وإنما نعني هذا الدار الذي احتوي على إثنية كبيرة جدا من القبائل ابتداء من الشمال دار إرنة دار جبل دار مساليات في النص ثم دار سنيار في الجنوب وفي داخل هذا الدار تجد قبائل كثيرة جدا جدا سلطنة دار مساليات أو ما يعرف بدار مساليات هي واحدة من المناطق أو الكيانات الثقافية الاجتماعية القبلية التي ساهمت في تكوين الحدود الجغرافية للسودان في الجزء الغربي السلطان تاج الدين ابن إسماعيل ابن عبد النبي وما التأريخ إلا تهيؤات الخيول حينما تحجل وصبوة السيف وصدى أغنيات القدوم إلى رحاب درجيل درجيل هي كانت في منتصف دار مساليات وكانت العاصمة ولكن في الفترات الأخيرة في الفترة ما بين 13 لغاية 15 جاء الجفاف وضرب هذه المنطقة وبالتالي صار أمر الماء صعبا ولهذا فكان السلطان يأتي إلى رهد يسمى رهد كلنج في هذه المنطقة وأسس له الجنينة وعندما يأتي الناس يقولوا السلطان مشى الجنينة فكان السلطان تاج الدين يعني قالوا إنه هو في حياته يعني بحب المشى الكثير دائما بدي يعني بمشي من مكان لمكان ودايما يعني أراكب جواده وموشح سيفه وماسك سبحته ودايما بستاك كثير يعني فخلال مشو يعني أو تجواله جاء وصل للجنينة الحالية الآن موجودة في واتجح قال الجنوب مشى مكان يسمى كلنة كلنة الآن يمكن أنا شايفه على يمتد يمكن كيلو أو أقل فمشى في كلنة ونظف ليه مكان كده لقى مكان عجب ونظف كده وزي عمل ليه شوك بعد داك رياء رياء دري جيل جيل يوم التاني برضو نظف الجنائن كويس كده وخلاص بدأ يعسس لجنائن مكان يجيو راح تو كده في أوقات كده يكون في دري جيل مافي والأحل بسألوا يقول سلطان سلطان سار لون سلطان دا لون سار وين يعني الجماعة يقول سلطان سار لجنين تو سار لجنين تو جنين يعني جنائن يعني يقول السلطان سار لجنين تو فمن دا سم جنين يعني على اسم جنين السلطان تجدين المسالة خادوا حروبات ومعارك ضارية جدا جدا ضد الغز الفرنسي من تلقاء الغرب اللي هو الوقت دا هون كانوا بيستعمروا منطقة وداي اللي هو المنطقة بتاعتشات حسن المعروفة دي كانت عندهم أطماع للتوكل إلى السودان خاصة منطقة إقليم دارفور كله وكانوا في تنافس مع الإنجليز لسيطرة على هذه المنطقة بعض بعض السلطنات القائمة خضعت للفرنسيين زي القمر والتامة والداجو لم يستطيعوا طبعا علي دينار هنا في جانب الشرقي مهدد برضو بالإنجليز فالمسائلات قرروا وفي زمن ده ذات زمن السلطان تايا الدين أنهم لن يسسموا للإستمارة الفرنسي وقروا أن يتصدوا ويحاربوا كان بواجه أعداء كثيرين السلطان تايا الدين وبالذات من وداي وتحديدا لما القوات الفرنسية جاءت غازية بالنسبة لمنطقة وداي وكان نظرتها لإدار مسالية السلطان السلطان دودمرة كان صديق السلطان تايا الدين ودائما الملوك والزعماء والأمراء لما يتبادل الهدايا يعني يتبادل زي الجيادة الأصيلة أو الخيول الأصيلة زي السيوف فالسلطان تايا الدين بعث بجواد هدير السلطان دار وداي ووصل الخبر مع تزامن وصول رسول السلطان تايا الدين لسلطان دار وداي وصل الخبر للسلطان دودمرة أن الجيش الفرنسي قادم لكي يقضي سلطان دار وداي وصل الخبر أيضا للسلطان تايا الدين بعد ما سلم السلطان تايا الدين وصل الهديئة لسلطان دار وداي دار ودايئة في واحد تابع لسلطان دودمرة قال له أخي إذا ما تقول السلطان تايا الدين أنه الفرنسيين ديئل ناوين يدخلوا سلطان دار مسالي فرأيه شنو أنه يعمل شنو فوصل الخبر للسلطان تايا الدين السلطان تايا الدين كانوا كنت في دار جيل وعندما وصل الخبر للسلطان تايا الدين السلطان تايا الدين أمر بدرب النحاس والنحاس يعني ما بدو تقول إلا في وقت حرب في خطر قادم فتجم فلو كد كل المجلس بتعوى من الوزراء والأجاويد وأذكر يعني الأمين داود وأمين أحمد بشلوخ وداود بوبلي والقاض إبراهيم السنوسي وشاورهم في الأمر فقالهم ودائما برمز الفرنسيين بعبارة عفنين ودير الكفار ونصار وكده فسألهم أشاورهم قالهم يا إخواننا أنا جاني خبر الآن والسلمين قالوا عفنين للجاين فأنتو رأيكم شنو نهاربوم ولا ما نهاربوم فقال إخوان الله ينصر أقول الله يا إخي كان قلت نهاربوم نهاربوم وكان قلت ما نهاربوم ما نهاربوم يعني رأي رأي في النهائقين فخلاص سلطان تايدين قال يا إبراهيم السنوسي أكتب أكتب ورقة وأخطاب للنصار فالقاد إبراهيم السنوسي قال له الحرب خدعة والمقر رأسها إحنا نكتب لهم خطاب إنه ما يقدر نهارب إمبراطورية كبيرة في الوكدق وإمبراطورية مدججة يعني بالسلاح وإحنا بالسفاريق والحرب وكرمبل ما نقدر نقتل نقتل الإمبراطورية في الوكدق دا نكتب لهم خطاب مضمون إنه إحنا يعني البلد جاهز لكم تدخل في أي وقت ولكن لم يكن يعني واقع الأمر وتدفقت الرايات وغطى الأفق صهيل الخيل ودروت العطش ما زالت تحلم بمجيء السيل وتحذر من خلف الوديان المحجوبة علم قان ومدافع سبع منصوبة وحرائق وضجيج شياطين ها هم قديم يا تاج الدين سبع أيام دا في دروتي الناس أعدوا لعدة بصورة متكاملة جدا فانتقل من دروتي جاء أسكر في كليندن والآن كليندن مسافة زي ما قلت لقبل مسافة يمكن 3-4 كيلو ففي كليندن قام وزع الجيش خطى ألف جند في بيرا فوق كليندن خطى ألف جند في تباريك خطى ألف جند في إيتا خطى ألف جند في عشرة خطى ألف جند في أمو آمنة برضو حلة خطى ألف جند في كلمة نفسه كانت أشجار وغاباد فقال ليم إذا كان أنه ما سمعت أنه أنا طرفت طلقة ما في زر جدي وغاباد ولكل ناس أقدم لواء وهو وسلطان بحر الدين وأبونا بدوي وبعد القادة أصبحوا بسيطين جداً في موقع الحدث اللي هو كلمة الان ووزع بقية الجيش على جنبات الوادي الوادي كان زمان محصول ما واسع زي دا وكان أشجار وغاباد كسيفة جداً وبعدين في بوز حاجة اسمه البوز دا كان قايم طويل جداً فوزع الجيش دا كله على امتجاد الوادي وخطى يعني ناس بسيطين جداً في مكان موقع الحدث داروتي وكيرندن أول حاجة داروتي اسم الشجرة شجرة داروتي عندها رمزية شجرة ذات عطر النساء يعني بخرنا بها والشجرة دي عطرة ولها رمزية شجرة كيرندن داروتي شجرة جميزة كيرندن كذلك شجرة عريقة يستضل به الناس وبالتالي عندها رمزية انظروا إلى هذه شجرة كيرندن جميزة كبيرة جداً داروتي شجرة المعركتين باسماء أشجار وهذا يقود إلى أن الإنسان مثل هذه الشجرة التي يستضل بها ويموت عليها داروتي أرض طاهرة لمعركة فاصلة بين الحق والباطل الفرنسيين بعد ما احتلوا تشات زحفوا لشرقاً إلى المساليد وحاولوا يحتلوها المساليد وحاربوهم في أول معركة في أربع يناير 1910 معركة كيرندن انتظروا على الفرنسيين وقتل الكابتن فيغين شو وقامت قيامة فرنسا أنه قبيلة أو دار بسيط تهزم الأمبراطورية الفرنسية بكل اعتادها البرلمان الفرنسي صوت بميزانية إضافية للقوات الفرنسية في إفريقيا وكلفوا الكورنين المول أنه قتل فيغين شو وهزمة فرنسا في معركة كيرندن استعزن الكورنين المول كورنين اللارجو قائد القوات الفرنسية في إفريقيا الغربية وبدعمي من البرلمان الفرنسي وزيادة عدد الجنود وعدد العتاد والمدافع كلهم أنه يزحفوا يؤدبوا المساليد ويحتلوا دار مساليد كما قلنا معركة داروتي ومعركة كيرندن هي معارك يمكن أن تقول عنها أنها معارك العز ومعارك الشرف ومعارك الكرام ولم تكون مجرد معارك مجرد مواجهة لأنهم لأن يعني سلطنة دار مساليد لم تخف من الاستعمار الزحف الفرنسي ولم يعني تتردد في مقاتل الفرنسيين الذين جاءوا بأحدث الأسلحة ولأول مرة في هذه المنطق يستعملوا فيها المدافع الفرنسيين ما كانوا يستعملون المدافع لأول مرة في تاريخ هذه المنطقة في زحفهم في معركة داروتي استعملوا فيها المدافع حتى أنهم كتبوا في مذكراتهم أن لا يستعمل داروتي كريندين وشهقات السيوف الراعشة وزهاء الثلاثين معركة ومعركة ما بين السلاطين دار مساليد وجيوش الفرنسيين معروف أنه في أوقي داك المساليد وقبائل دار مساليد جميعا التي كانت تخوض هذه الحرب تحت لواء السلطان تاج الدين كانت قدرات المادية العسكرية كانت ضعيفة مقابل القدرات العسكرية الفرنسية بشكل معروف أنها كانت كبيرة جدا إلا أنه استطاع أن ينتصر وسبب خسائر فاتحة في الفرنسيين بعد ما هزم الفرنسيين في المعركة الأولى جاءت إمدادات فرنسية وقائد القوات الفرنسية في تشهاد كلها اللي هو الكورنوني المول تولى بنفسه أن يقود القوات وقادم ووقعت معركة في صبيحة تسعة نوفمبر عام 1910 في داروتي من كسر الفرسان وما تثلمت السيوف وإن أخذوا يصعدون إلى الأعالي واحدا إثر آخر وجماعة تلو جماعة بهدوء بصمت وجاه جيشهم جيش عرم رم بكل عتادوا وزحفوا لداروتي تقديغ لم ينتظرهم في داروتي تحرك وكان بتابعوا وبعد ما احتلوا تشهاد الفرنسيين في عقيد من أصدقاء سلطان دودمورة عقيدة معناها ردبة عند الوداي كتب لتايد دين قال له لتايد دين حز حزرك الفرنسيين احتلوا تشهاد واحتلوا دارو الوداي لكنهم ينووا انه يصنوك انت اداهوا جواب هل يدي جهز نفسه وفي سبيحة اليوم التاني توجه صوبة يمشي عشان يقاتل جيش الفرنسي في داروتي اثناء اثناء مشيو توقف بالجيش ترجل منه صاني نزل وعم الجيش رقعتين وقام خطف في الناس قال له عبارات بسيطة جدا قال له يا ايوها الناس الجنة جانة في البيت الزولة بيجاهد في سبيلي لا يمشي معنا وزولة ما عايز لجاهد قال لي مرجع طوالي ما في زولة تاني برياء نازم متشورقين انه يقاتل الكفار واي زول دار تقل الجنة فماشو صلى رقعتين في دروتي وقال لي يا اخوانا علينا ان نستشهد او ننتصر على العدو بكاعا عن الوطن وعن الدين ووصل زحفه ووصل زحفه الى ان وصل داروتي والتقى الجيش الفرنسي والسلطان تجدين وجه اللي وجه طوالي بعد البحجوم بدأت المالكة اشرس معلكة دارد في افريقيا كلها معلكة داروتي ففي المالكة قتل يعني اباده الجيش السلطان تجدين بصورة كبيرة تجدين بصورة المالكة السلطان تجدين ويجب سلطان تجدين ويستول لأنه كان مغبونين من الحزيمة في المالكة لما بدأت المالكة وخلاص سلطان تجدين برضو في المالكة يصول ويجهد ويتفقد القادة زي داود بوبلي كان صيد أيمل سلطان تجدين زي سلطان بحر الدين زي قادر عبد المالي زي زي آمين 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 داود وكثير من القادة واستشهد عدد كبير جدا من قادة المسالي ومن المسالي وهلك الكوناني المول وقال الذي حضر هذه المعركة في دروتي مات مننا الكثيرين وقتلنا من الفرنسيين الكثير الفرنسيين خافوا مننا وهنا خوفنا منهم وهناك في ملحمة ومرثية أنه أولد قرنين صرت ميتام وكذا إنما النتيجة شنون النتيجة هو هزيمة أحتى أمبراطورية الأمبراطورية الفرنسية في إفريقيا وشعار كان الدفاع عن الوطن وعن الدين كان السلطان يقود طلائعاً الأولى كان السلطان يروي تفاصيل المستقبل وكنا حضوراً قسيماً على أسنة الرماح حيناً وجذوة متوقدة على صدور وجباه الرجال أحياناً سلطان تاج الدين شخصية دينية شخصية بطولية شخصية فذة شخصية مسالاتية حقيقية لأنه عندما يخرج ويلاقي أي من الناس كان يجلس كعادة المسالات ويسلم عليه شخصية السلطان تاج الدين ليس الشخصية أسطورية بهذا المعنى هو شخصية حقيقية لكن مآثره يعني من عظمة تلك المآثر يعني الناس وصلوها الذروة بتاعة الأسطورة الأسطورة فيها كثير من الخيال لكن سيرة السلطان تاج الدين هو الواقع حقيقة العاشة ووصلت إلينا السلطان تاج الدين استطاع أنه يوقف مستعمر ليس مستعمرا عسكريا وسياسيا فحز بل مستعمر ثقافي أنا عشان كده بأكد دايما بقول أنه دار مسالات هي ساهمت بقدر كبير جدا جدا في تشكيل الهوية الثقافية السودانية وتجههم وجه دروتي بالصحب وأظلم وأتت بضع رصاصات خجلات مضطربات أقبلن من الظلمات فرأينا تاج الدين يابدو وكأن غد مات يا تاج الدين سلمت مزق أسطار الصمت عد من وديان الموت أو تسهب حتى أنت بعد ما توفي سلطان تاج الدين وبرضو المعركة كانت شغالة في أهل يسمها الكيتة ويمكننا معروفة للجميع بتاع الكيتة في الوقت شغال داخل المعركة عشانه يبس الحمية في نفوس الناس فقام بتاع الكيتة درب الكيتة العبارات التي قالوا في الكيتة يعني المات في داروتي حي سيدي محمد حي بندقية كرنبل حي أبطيرو معمر حي فبعد ما قتل سلطان تاج الدين تولى توالي زمام القيادة سلطان بحر الدين فقاد المعركة وقاد الجيش إلى أن حقق الانتصار العظيم استشهد نفر كريم وعدد كبير من رجال السلطان تاج الدين هذا السلطان الذي نحسب أنه أيضا يعني قام بتنظيم هذه السلطنة لأنه قبلها والده السلطان عبد بكر أيضا كان مشغولا بالحروبات مع الفور ومع الداجو وكان أيضا السيد الفرنسيين لكن هزموا فرنسا وتقاخر الجيش الفرنسي هاربا إلى تشاد من جهتين وقايد الفرنسي لارجون تلقى تعليمات لو قايد القوات الفرنسية في إفريقيا السوائية تلقى تعليمات وأصدر أوامره أنه هنا هزيم المسالي هزمونا مرتين فأنه إياكم أن تذهبوا وتوقفوا عن الهجوم مرة أخرى لدار المسالي في المرة الأولى في البرلمان الفرنسي عندما قتل في جانشو في جريندينج مدى الجيش الفرنسي بإزميزانية إضافية وقوات إضافية قايد القوات الفرنسية كونين المول قام بنفسه قاد القوات وهزم فدوروتي الكونين اللارجو قال المسالي الدول بعدما بنجد نحزيمه ووقفوا في آخر ووقفوا في آخر حدود اللي هو أدري هم زحفوا طبعاً واحتلوا غرب وادين أسنى اللي هو أدري وسقط السلطان سريعاً ليتسلم الراية من بعده السلطان محمد بحر الدين أندوكا وقد كانت بلاده محط أطماع الفرنسيين الذين بسطوا سيطرتهم على معظم بلاد غربي إفريقيا السلطان تاج الدين كان شخصية حربية ودينية والسلطان بحر الدين كان شخصية حربية وسياسية وأفصله في إيجاز بسيط في ذلك السلطان تاج الدين وبحر الدين قاتل في معركة دروتي قاتل الأعداء الفرنسيين والسلطان بحر الدين هو الذي صارع الكابتن فلغنشو ووقع في البيخ ضربه الكابتن فلغنشو بالمسدس وكسرت القوة ولهذا كان دائماً يضع الملفحة وهو استل سكينه نحر الخواج فلغنشو في البيخ وكذلك كان في معركة دروتي وهو خليفة السلطان تاج الدين إذن الاثنين كانوا يقاتلان من أجل الوطن ومن أجل العقيدة ولكن سلطان تاج الدين كان أنصارياً قحة أما سلطان بحر الدين فإنه عندما رأى هذه المعارك عندما رأى الزحف الفرنسي استعمل السياسة بعد تلك الهزائب والمعارك التي دارت بينهم وبين الفرنسيين وعندما رأى موت عمه السلطان تاج الدين مال إلى جانب السلم وحاول أن يصل في مهادنة مع الفرنسيين ويجنب أهله المعارك والحروبات الحادة بعد استشهاد سلطان تاج الدين يعني خلاص أصبح السلطان بحر الدين هو سلطان بعد تاج الدين تسلم زمام القيادة فعلياً في يوم ما أقدره لكن كانوا لأهد ولأهد 200 في معركة كريندين لما بدأ جيش الفرنسي جاي قال لنا اليوم البلد دا نسلم وسيده قال البلد دا نسلم وسيده فلوكد داك سلطان تاج الدين كان ما موجود لكن لما نجا قال لهم من اليوم أنت سلطان على البلد من اليوم أنت سلطان على البلد فلوكد داك كان في سن العشرين يعني ما تجاوز 22 سنة لكن كان تكامل فيه كل صفات القيادة واستشيط تاج الدين تولى بحر الدين اللواء الضوكا الأصل في الإسم وندوق وندوق اسم للسلطان بحر الدين وكانوا يزيدون اسم محمد تيمم بالرسول عليه الصلاة والسلام كلهم يقول محمد تاج الدين محمد بحر الدين محمد كذا ولهذا تجد محمد محمد بحر الدين فمحمد الأول يمكن يكون اسمه ولكن الاسم الآخر مرتبط ببحر الدين وندوق اسم دلع من الأمهات يدلعن أبنائهن والشخص المستملح ورؤياك تسرج خيول الزمان فينفك حبيس التأريخ والمستقبل على مواصل ممالك القديمة نوافذة تنفتح على مر الأيام وترسل أريجها الزكية شواهد وشواهق من الصمت الفصيح والكبريا كيف تجسدت ملحمة السلطان تاج الدين في الثقافة المحلية وكما ذكر قبل شوية نموذج جيد المغني الشعبي السنين الرزق اللي كان بغني ذا الكربي وإلى آخره وهو يتحدث هو عاصر قال لما حصلت معركة دروتي أنا قابلته عمره 85 سنة دا قبلي 75 في عام 1985 وكان عمره 85 سنة قال الحضر معركة دروتي وهو صبي فنما نجي يغنب الكربيء ويحكي يقول زمن دروتي نما ترشبع كابتين جراء أسكر ورا تبلدية وقعت وبساطة الأجش المفأم بالحقيقية يعني تحس أنك يعني جسمك أيضا يعني زي ما نقوله بلغتنا العامية جسمك يكلب لأنك انتلقت بين الحماس هذا هو دور يعني دور الملحمة في تاريخها الآن من نقرأ منحمة الفيتوري لمقتل السلطان تاج الدين بنحسب قيم وأحاسيس تختلف تماما عما نقرأ في الرواية السردية نعود إلى هذه المعارض هناك أغاني كثيرة جدا قيلت في معركتي دروتي وكلمة الخواجة أر ديفيس ريجنل ديفيس أول معتمد لدار مسالي من الحكومة السودانية كتب أكثر من 15 قصيدة قيلت في معرك كرندم ودروتي وهي موجودة الآن وفي وقت ما كان إن شاء الله سنفسرها كذلك النساء قلنا عن أشعار كثيرة جدا جدا وهناك الفنان الشاعر الذي توفى وكان يضرب بآلة الكربي وهنا تسمونه بالربابة آلة الكربي وهو سنين رزق كان يضرب بآلته ويقول زمن دروتي زمن دروتي تبلدية وقع نما نطير شبع بمعنى إنه المعركة التبلدية القيادات الكبيرة ذاتها وقعت في المعارض والطيور شبعت من اللحوم حتى أن القائد الذي قال عنه قبل فترة الدكتور علي حسن تاج الدين داود بوبلي هذا كان مريضا عندما جاءوا لكي يعالجه قال لهم هذا الجلد للتراب والدود وأنا ذاهب إلى المعركة فلماذا أتعالج ذهب وقاتل وهو الذي قال سنموت وسنذهب إلى الحرب وسنذهب ونموت من غير أن نقول كلمة أو نتفوه بكلمة ومن غير وجل ومن غير أن نقول أو نلتفت إلى الوراء أو إلى الغير هذا هو داود بوبلي خلدت هذه المعركة في بيوت وأشعاء أو شعر وغنت نساء المسالين والمعركة كانت معركة فاصلة قتل فيه خلق كثير ولهذا فالنساء والمجتمع المسالاتي سجل أغاني كثيرة جدا وهناك حتى قبائل الأرغم في الشمال والجبل ليهم أغاني كثيرة جدا عن هذه المعرك لأنهم كذلك ستشاركوا في هذه المعرك قادة وعساكرة قاتلوا في هذه المعرك أنهم ساء المسالين بعد ما ينتظروا بل يلبسنا الدروع ويدبوا الدينجر ويغنوا الدار الأرض الرحاب سهول وجبال ممتدة حتى حدود الأفق البعيد تنهض عندها كل يوم حكايات ومآثر الأجداد والأسلاف وبدايات كل شيء سلطنة دار مساليد أو المساليد بشكل أساسي ساهموا في أو عايزة أقول نجحوا في إيقاف الأطماع الفرنسية في المدى الفرنسي في الاستعمار الفرنسي اللي كان ممكن أن يدخل بعبق كبير جدا جدا في السودان ومعروف معروف الاستعمار الفرنسي بإنه معروف بإنه دايما هو بيعمل على الاستلاف الثقافي وسط الثقافي ذاته في محيط المملكة أو السلطنة في ذلك الوقت وبعدين التنوع فيه والأهم من ده كله مرجعياته وين إذا كان يعني قاضي هو في قاضي في دار مساليد لكنهما مسلاك وكذا الإدارات في المؤسسة السلطنة مقسمة بقدر كبير جدا جدا من التعاون والشفافية وحفظ لناس كل واحد عندهم كيانهم وكل قومياتهم وإلى خير في قدر راقي جدا من إدارة التنوع اللي بنهض بالبلد كل هذه القبائل كانت تحت إدارة رؤسائها يعني كل قبيلة عندها ملي حتى المساليد كلهم يعني قبائلهم كان لهم ملوك يسمونه بالدلع بلفظ المساليد والقبائل الأخرى الإرنة كان لهم فرش والعرب كان لهم شيوخ والقبائل الأخرى كان لهم يعني رموزهم كل هؤلاء كانوا يحكمون ذويهم وأهليهم غرباً تهب رياح الدار شرقاً يتمدد حزناً شوقك للمحبوب وفي منتصف المسافة ما بين الشمس وجرح القبيلة ينداح صوتك هاتفاً بقوة تهفو أن تسد الفرقات والصف منيع بشموخ الفرسان والخيل مدرجة بالدم يكسوها سحر التأريخ السلطان السلطان تاجدين لا يوجد شارع لا يوجد شارع ولا حتى زقاق في السودان باسم سلطان تاجدين أنا شخصياً لا أعاتب على مؤرخين في السودان لأنهم انشغلوا بالتاريخ المتوفر والمتوفر في منطبة حرب النيل حتى أنهم شغلوا بهذا التاريخ حتى عن تاريخ دارفوف فما بالك عن تاريخ دارفوف السلطان تاجدين أدى واجبك قائد دفاعاً عن الوطن وعن الدين سجله التاريخ ولكن مع كل أسف الكتاب والمؤرخين السودانيين لم يكتبوا عن السودان الغربي ولا عن معارك الفرنسيين مع الفرنسيين كتبوا الفرنسيين كتبوا عن معارك المساليد مع الفرنسيين مئات المرات يعني الكتاب بتاع سودان الشمالي الشرقي الغربي لم يكتبوا أبداً عشان كده أنا بيقول هناك تاريخ ما أهملوا التاريخ الشيطاني لم يخلدوا ذكريات وتاريخ أبطال يعني ضربوا المثل في محاربة الاستمار والصد الاستمار الفرنسي وجوه وانضمه بكل كيان وكينونته طواعية لما سمي بالسودان الحديث ولولا السلطان تاج الدين أو السلطان بحر الدين في معركة دروتي هزموا فرنسا كان الجزء دا الآن من السودان ما كان جزءاً سودانياً البقعة الوهيدة في إفريقيا بالتحديد يعني ما وطأها الاستماع وما استعمرت خالص اللي هي سلطة ندر مسهدي غرباً نجيء وغرباً نقيم على حافة المجد وغرباء نمضي يا تاج الدين أيها العائد إن عدت إلى درجال يوماً ورأيت الخيل يحجلن كما كنا على عهد دروتي فيثيرن الأفق نقعاً والصبايا يتبارين بنسجد جرتق المطفور في صدر الخيول ويرصعنا يبينا الخيل بالودع المتوأم ويخضبنا الغرر ويلمعنا الدروع والتهاليل كما المهدي يدني من قدير أو كتاج الدين في يوم دروتي أو كتيرابة على شاطئ شندي أو كما رمضان في سيلي كما كرر كما شيكان أو يوم سواك عندها يقتحم القلب الحماس ثم إذ يغل النحاس قبل أن تنقضك النسر وتمضي في أتون المعركة ستجدني قبل أن تهتف باسمي قبل أن يرتد طرفك مستقراً وعلى ظهر جواد ليس يثنيه عنان لا جنود الكون ترديه ولا البر ولا البحر إذا دو النفير هو كالطوفان يهوي ليس يبطيه مكان ليس يثنيه زمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكراً للمشاهدة